فإذا كان يوم ثمانية يأتي المتمتع من سكنه من بيته الذي هو فيه فندقه حسب وين ساكنهم طيب داخل مكة يقول لبيك اللهم حجا لأنه اعتمر خلص يقول لبيك اللهم حجا القارن ماذا يقول لا يقول شيئا القارن ما زال محرما المفرد ماذا يقول لا يقول شيئا ما زال محرما فيتجه هؤلاء كلهم المفرد والقارن والمتمتع إلى ميناء يوم الثامن من ذي الحجة والذهاب إلى ميناء في هذا اليوم سنة بإجماع أهل العلم لو ما راح ما عليه شيء لكن الأفضل أن يروح إلى ميناء النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى ميناء وصلى فيها الظهر والعصر يوم الثامن والمغرب والعشاء وبات فيها ويوم التاسع صلى فيها الفجر في ميناء وانتظر حتى ارتفعت الشمس ثم انطلقه صلى الله عليه وسلم إلى عرفات